موسيقى صباح الخير وانهاركم سعيد من ال LBCI يترقب اللبنانيون الساعة الصفر لانطلاق معركة الجيش نتداء رهابي تنظيم الدولة الإسلامية لا سيما وأن التحضيرات العسكرية لهذه المعركة مازالت مستمرة وإخيرها ما قام به الفوج المجوقل وفوج التدخل الأول فجر اليوم في جرود راسب علبك حيث جرت السيطرة على العديد من المناطق التي تعطي الجيش المزيد من السيطرة الاستراتيجية في هذه المعركة وفي موازات هذه التحضيرات تبقى السياسة على الساحة الداخلية تعاني من سجالات وخلافات أبرزها مسألة زيارة وزراء من حزب الله وحركة أمل إلى سوريا كما تبقى سلسلة الرتب والرواتب والسيما التدعيات المالية والاقتصادية محور تجاذب في ظل الحديث عن أن رئيس الجمهورية سيوقع السلسلة مع ضرائبها على أن تدخل تعديلات فيما بعد عليها وسط تحركات ومطالبات من قبل شرائح عديدة في المجتمع اللبناني كل هذه القضايا تدخل أيضا في سياق التجاذب الانتخابي رغم أن مؤشراتها العلنية لا تزال قليلة إلا أنها تأتي في صلب الكثير من التحركات والمواقف ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم النائب إليماروني ومعه نناقش كل هذه المستجدات والتطورات أهلا وسهلا فيك بالألبي سي بس بداية في جلسة مش دواب اليوم مش نازل هاتك لا ساعة 11 بس ألبي سي بتؤمر ونخلص وننزل لهونيك اليوم جلسة لأنه كمان اللي ما نحكيه هون بأهمية البدوين حكا تحت وبعتقد أنه دايما بأول الجلسة في عنا ساعة ساعة ونص حكي بالأمور العامة بقى خليها يسمعوا الناس هوني ونحنا عم نقولها هون بتطلع لايف تحت كتير مهمة لا وفينا نطلع لايف تحت بس لكن ضروري أنه نضوي على أمور كتير لا أقول بقلب الجلسة الكلام بقلب الجلسة ما بيكون لايف اليوم أكيد لا اليوم أكيد لا شو هي أبرز البوضية يلي ما نتروح اليوم ما تغير شي بالجدوى الأعمال هو استمرار لجدوى الأعمال يلي بدأنا فيه لما أقرت سلسلة الرتب والرواتب بريدانة والضرائب بغير ريدانة فاليوم استكمال لجدوى الأعمال هذا من جهة ومن جهة تاني أكيد بيصير في حكيم السياسي في كتير أحداث الساعة يلي هي اليوم طبعا الوضع براصب علبك والقاع وضروري دعم وتأييد الجيش اللبناني في عندك اليوم التحدي لجزء كبير من الشعب اللبناني ولرئيس الحكومة اللبنانية من خلال الزيارات اللي بدأت تسير بالساعات المقبلة إلى سوريا في عندك أيضا الفضيحة يلي أقرت من خلال الضرائب بدون دراسي واللي طولت الحوار العقدة رئيسي جمهوري لنهار التنين بالأسر الجمهوري هي أكبر دليل على التخبط وعدم التخطيط لا بالتكتيك ولا بالاستراتيجية في التخطيط لما يحدث على الصحة القانونية والتشعية والضرائبية بأعتقد هذا الموضوع بدون يستحوذوا وقت كتير من النقاش السياسي داخل جلسة مجلس النوية طيب الخروج من هذا التخبط برأيك يعني كيف رح يصير اليوم الحديث أنه رئيس الجمهوري يوقع قانون السلسلة وأيضا كمان العائدات الضربية ومن ثم بعد ما ينشروا نروح على مجلس النوية نرجع من دخل تعديلات عليهم هل هذا الأمر منطقي؟ أستاذ بسام قبل ما أفوت بهذا الموضوع حتى أكون منصف مع نفسي أنا وعم بحكي بموضوعية هذا العهد ورد تراكمات من عهود عديدة وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني مش ماشي ما بيقدر يكمل هيك هلأ كنا عم نشوف عبر الشاشة الإضربات والاعتصامات الدفاع المدني عندهم مطالبون وهي محقا الأساذي عندهم مطالبون هي محقا القضاة عندهم مطالبون المحامين عندهم مطالبون البلد بده كهرباء بده ماء بده إزالة التلوث البلد بده تخفيف زحمة السير السير الواقف بكل المطارع كل هالأمور هايدي عم بتصير وجينا نرقع بدون تخطيط يعني لو استغرقنا ستة شهر أو سبعة شهر وكلفنا كل هالرجالات الأكفاء باللبنان وما أكثرهم من اقتصاديين وسياسيين ومفكرين وحطينا استراتيجية لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتسهيل عيش المواطن وحل هاللي هالمشكلات يمكن كنا نحنا عم نطلع درج درج لكن اللي عم بيصير أنه عم تنطرح الأمور على الحل بطريقة عشوائية غير مدروسة ومننا مثلا قصة الضرائب اليوم هل درسنا انعكسات الضرائب على حياة المواطنين بعرف أنا كمواطن أنه بكل دول العالم ما بيعيش بأي بلد بدون ضرائب هذه عائدات الدولة بس الدولة عم بتقدم برات لبنان كل شي للمواطن التعليم الإلزامي المجاني المحترم عم بتقدم له طرقات عم بتقدم له فرص عمل عم بتقدم له طبابي عم بتقدم له استشفاء وبعد الاربع وستين عم بيقدموا له السياحة بالعالم للمتقاعد نحنا بعد الاربع وستين بيقشتو الضمان للمواطن فإذن نحنا الدولة ما عم بتقدم شي لتفرد ضرائب اثنين مدخول الفرد اللبناني مدخول منخفض جدا ما بيكفي لا يعيش بالحد الأدنى المطلوب لا يعيش لذلك في رشوة لذلك في فساد لكن مسترقة كبيرة محصورة بفئة معينة اليوم وصلنا لهن نحنا نبهنا حذرنا قلنا كحزب كتيب كنواب كتيب انه فيه ضرائب نحنا معه ضرائب على اشغال الاملاك البحرية واحتلالها منذ زمن طويل اكيد والاملاك النهرية لانه عم ينسوا كمان نحنا معه اكيد على الكماليات نحنا اكيد لكن هاللي حاطت له 100 مليون ليرة بالبنك نتيجة تعويضاته كل حياته وعم يدفع كان 5 بالمية عم تقشده الدولي على الفيدي ضريبة على الفيدي اشتتقشده 7 وزيادة التفقاء وال1 بالمية لتأثير يعني في دراسات برحكم 1 بالمية رح توصل 6-7 بالمية بعرف لانه في كتير والكونتينير الفات صار 17 بالمية وزيده على الواحد بالمية وشوف ادهش بتصيره صحيح بعدين حتى نكون واقعيين المدارس عم يطرحوا المدارس زيادة المدارس الخاصة زيادة تصل ما بين 35 و 50 بالمية على القصد يعني اعطيته للمواطن باليمين خد منه بشمال والابشع انه تقريبا الكتاع الخاص يمكن ما يلتزم بسلسلة الرتاب يمكن فيه مؤسسات تلتزم اخلاقية ولا مؤسسة اوكي بس الزودي لحق كل اللي بتشتغل بالكتاع الخاص اليوم نحن طلع رئيس الحزب ومعه وفد يلي اشتغل بالدراسات حول الدرائب وقدم دراسي لفخامة الرئيس نحن بناشده لفخامة الرئيس يرد قانون الدرائب ليس قانون السلسلة ونحن طرحنا حال بس رئيس الحكومة يرد على نائب سامي الجميل يعني على رئيس حزب الكتائب سريعا وما نقصر بعبدة كمان نفس النهار حقه حقه يرد حقه يقول البدوية ونحن حقنا نرد ونقول البدنية لكن نحن اليوم عم نشوف هل هالطاولة عقادة رئيس الجمهورية لو ما فيه مشكلة هل الحلول اللي عم يطرحوا فيها اليوم يعني انه شوها المسخرة انه بعد ما طلع بالجريدة الرسمية شوها ما نعمله تصحيح باكتراحات قوانين معجلة مكررة كيف عم نشتغل كيف عم تشتغله طيب شو لازم يعمل رئيس الجمهورية لازم يرده لازم يرده لمزيد من الدرس ولانه رئيس الجمهورية بيلتيقي معنا برأيه ومع كتير من النواب اللي لو ترك إلون الأمر بدي يقلك شغلي صارت بالجلسة نحن طلبنا بآخر الجلسة انه يصير فيه التصوير بالمنادات جلسة اقرار قانون الدرائب بالمنادات ايه واضحة وفيه تسجيل عندكم كان صح الرئيس بري تجاوب وبدأنا بالمنادات مثلا بتذكر انه اول نائب كان قاعد هو وعاله عارض والوراء عارض والوراء عارض كان سقط قانون الدرائب لو بالمنادات لانه بهذه اللحظة النواب عادوا حساباتهم انه انا برا عمقول انا ضد الدرائب هون اذا قلت نعم للدرائب لكن فيه نيبين من تكتل التغيير والاصلاح عملوا ثورة ومعركة وصار فيه ضوجي بقاعة المجلس فقال الرئيس بري صدق وصدق وهكي مرأل الانون بس هون السؤال الاساسي انه اليوم يعني عم نشوف انه رئيس جمهورية يتهيب هذه المسألة واحد عم نشوف انه كمان من ناحية اخرى يمكن يكون فيه نواب الطيار الوطني الحر متحمسين لاقرار هذا الموضوع وكمان عم نشوف انه هناك حماس عند رئيس الحكومة وحتى عند رئيس مجلس النواب لعدم التراجع عن هذا الموضوع يعني لا يدركون انه بالفعل فيه مخاطر اساسية تحضق بالمواطنين اللبنيين وتحضق بالاقتصاد اللبناني اذا مشينا هاك ام انه المسألة مثل ما بتتهمون انتو يعني رشوة انتخابية خليئ لك شاري رئيس جمهورية اكيد بمأذق لانه نواب كتلته هني اللي كانوا اشد المتحمسين لاقرار مش كلهم مثلا رئيس الجنة المال والموازن النائب راهيم كنعان عم يكتر عدة اقتراحات بصوت ما فيك تصوت وتطلع برا تقول انا مش مع بس صوتت لانه هيك الامر برافع الايدين عرف مين صوت ومين ما صوت هني فزعوا من المنادات لانه هادي اللي كنا نحنا بدنا نكشفها لكن لو نحنا بس كنواب كتايب عم نقول انه هادي الدرائب مش حفي بحق المواطنين كان يمكن ان يقال هيدا فريق غلطان او هيدا فريق شعبوي او هيدا فريق مدري شو بعده بس كل الدراسات الاقتصادية الموجودة بالبلد وكل النقابات المهنية يلي عم بتحذر من انعكسات الدرائب على حياة المواطن ومن انعكسات السلسلة على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي بالبلد على يستدعي هالشيه انه نتوقف لانقاذ الوضع الاقتصادي نحنا ما عنا دراسة اقتصادية بالبلد نحنا ما عنا مشروع اقتصادي ما عنا استراتيجية اقتصادية ومالية نحنا مشيين عشوائيا يلا هيدا انون مرأ هيدا مشروع مرأ هيدا مرسوم مرأ بس لايش هالعشوائية لايش شو سببها هل هي سببها انه بالعكس ما فيه تخطيط وما فيه دراسات ام انه سببها برجع بكررك هي رشوة انتخابية اليوم قبل الانتخابات كل شيء يفسر انتخابات ونحنا نبارح ببيان المكتب السياسي وتنقشنا كتير بهذا الموضوع اليوم انه المنطق الطبيعي يستاهل انه يكون فيه بهالعشرة شهر البقيين حكومة تكنوكرات من غير المرشحين تشرف بنزهة على الانتخابات النيابية اليوم هاي كان مطلب الجميع بتذكر لما نحنا كنا عم نطالب بحكومة سياسية بالماضي كانوا الاخرين عم بيطالبوا بحكومة تكنوكنات وشف على الانتخابات اليوم انا بتذكر انه فخامة الرئيس ببداية عهده وجمعته قالوا انه هاي مش حكومة العهد الاولى هاي دي فردت على العهد على اساس كان فيه انتخابات بعدها بشهرين ثلاثة اليوم وقد تأجلت الانتخابات الى الـ 2018 وما ادراك شو بيثير من هلا الـ 2018 وهل رح يتعدل قانون الانتخابات ويبقى أم رح يطير ونصير بلا انتخابات ما حدا بيعرف شو بده يثير بالـ 2018 ابي استهلش الامر شوي حكومة تشرف على الانتخابات مبارح خصوصا انه الحكومة وعى بمطبات كبيرة مبارح مبارح بالمدى القريب اسمعنا انه طيال الوطن الحر غضبان على بعض وزراء وبدو شيلهم وبدو يغيرهم لعدم جدوى الاداء فقام قدم وزير الاقتصاد رشوي لحزبه بانه طرد وفصل الكتائبيين من وزارة الاقتصاد هاي دي مش رشوي لتصحيح المسار تبعه لحتى يضلب الوزارة هاي دي شوين التعطيب هم بوان عند الحزب اه 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 عم تعطيه متل هلا مطروح اقالة لور سليمان بس ما هي الاتهام هو الاتهام اتى انه 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 هيك طلب يعمل منه لوزير الاقتصاد يعمل اه ما هو طلب مش انه هو بادر من ذات تفسه بس ما هو مطيع هو مطيع عطاها الاوامر على الفور ما لانه لقلك شغلي هيدا اللي صار مش مقبول انا موجود بلجنة صارنا من اجتمع ثلاث اربع سنين وكنت قول هالكلام وانا بدي اذكر غرشة البطريالك باول لقاء باللي انا كتقوله موجود فيه محضر نحن بلجنة بمعنى لابورة ومعنى نواب من كل الاحزاب بنمثل القيدات بصورة خاصة المرونية عم نطالب تفعيل الوجود المسيحي بإدارات الدولة طيب اليوم بدي اسأل البطريالك يحدد لنا معيار مين المسيحي بسامني ومين المسيحي بزيد لانه الظاهر اذا ما كنت انت عوني بهذا العهد وما كنت من هذا الخط السياسي انت بزيت قلي مش بزيت اصلي وهني بسامني وهيك عم بيصير بالدولة يعني اليوم فيه اكفاء بنحافظ عليهم والمخطئ في آلية في تنبيه في انذار في احالي الى المرجع القضائي المختص اذا كان عم يرتشي او اذا كان فاسد او مخل بوجباته لكن هايك ناخد قرارات بالايقالة انا عملت وزير اول قرار بوزارة السياحة اول قرار لشاب اسمه جون بير هو بيعرف شو عم بحكيه هو مسؤول طيار الوطن للحرب جبال كان موقف طرقيته مضيت طرقيته انا اول قرار عملته وهو بعده موجود هلأ بوزارة السياحة فنحن ما بنشتغل بعنصرية ما بنشتغل بهذا التمييز نحن مسيحية عن حقه حقيقه عن جد ودفعين دم نحن قد لبنان كله لحتى يبقى هيدا الوطن مش ليجي واحد يقدم لياخد بانتوان يقدم يقيل لموظفين او يشيلوا الاكفاء سواء كانوا كتايب او غير كتايب يعني لور سليمان ماناش كتايب بس يعني زمنتنا لور سليمان بقولوا انو وزير الاعلامة بقول مش صحيح ان شاء الله اكيد هلأ بعده مش صحيح بس في دخان بلانار في دخان بلانار ليش بدأت انشيل لور سليمان انا تربطني فيها علاقة عابرة عادية باحترمها وبقدرها عملة من الوكالة الوطنية صرنا نسمع بشي اسمه الوكالة بدأت انشيل بغدع النظر عن مين ما بده يجي ومعروف مين بده يجي انو هيك بس على راسي هي بمهنيتها وتقنيتها بس لانها بتنتمي الى خط سياسي اخر هي مش متروحة لانه هي احلى من غيرها هي متروحة لانه من خط سياسي مناهضة الخط سياسي ما بقوله يا استاذ إلي انو كل عهد بيجيب عدته معه كمان لا هو يقالوله انت باي الكل يمارس دور باي الكل ونحن طلعنا النيل وانت باينا وانت مرجعنا وانت رأي جمهوريتنا بس انتو ما انتخبته واذا ما انتخبنا بتنتئم مني واني الديمقراطية نحن عطينا لهالانتخابات اللي صارت الطابع الديمقراطي بالبلد وحفظنا على النظام الديمقراطي لما قلنا لا نحن ونحن ما قلنا لا من معيار شخصي نحن قلنا لا من معيار سياسي من مدى لا احترمنا تاريخنا ونضالنا وسوابتنا واحترمنا اللي ماتوا بس كمان هوني وين وين الحكومي كاملة وين الحكومي مجتمعة وين رئيس الحكومي هيدا اللي كتب بدي اسأله قطاشتني انه انا كمان بحطها لتصرفاتها حكيت عنك لكين نحن ديما بنحكي مع بعضنا وعن بعضنا انا بسأل واني بقية الوزراء وخصوصا يلي بعد عالي ابراسهم شوي من روحيته مبادئ وثوابت 14 أزار يا عمي وين كون شو صار لكم وليك شو صار لكم هل قد الكرسي غرتكن هل قد الكرسي نيمتكن هل قد الكرسي غيرتكن وليك في بلد عم بضيح وزراء القوات وتيار مستقبل لا لا ما بقصد حدا كل الوزراء كان فيه 14 أزار يا ريت الكل مثل انا بحترمهم كلهم لوزراء القوات ولوزراء تيار المستقبل الصداقتي فيهم كبيري لكن انا عم بحكي فيه مواقف ان شاء الله وانا بأيد صمود الوزير ملح مريشي فيه دعم هذه اللي عم نقراها انه هاي مقابل هاي تلفزيون لبناني مقابل وكالي الوطني لا يخيي انا وزير الاعلام وانا اللي بقرر هايك بيصير بس مع معروف انه فيه تفاهم قائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هل هذا الخلاف يجوز على تعينات وعلى واشتراط شغلي مقابل شغلي بظل العنوان الكبير للتحالف بظل العنوان الكبير للتفاهم هل يجوز الخلاف على هكذا موضوع اسمح لي برا نحنا عم نضرب بلاد برا فيه لبنانيين من كل الميول والطواقف والأحزاب والطيران السفير يجب ان يكون على مسافة متوازنة من الجميع شفنا التشكلات الديبلوماسية وكيف مصنفة بالجرائد كنا عم نقرا هلا فلان وهلا فلان وهلا فلان وهلا فلان هل يجوز القضاء هل يجوز نصنفه لانه القادي شكري صادر وقف موقف حق ما عجبهم اقلوا قبل سنة من انتهاء وليته هذا اللي صار اسمه ايقالي ما اسمهش تغيير موقع مهما غلفوه هي ايقالي وبعتقد هذا ضغط بيفزع وبكرة فيه غير قضاة اذا بعد فيه بقية قليلة من قضاة عنده النزاهة وعنده عدالة وعنده حياد بس يشوفوا شو صار بشكل صادر رح ييدوا حساباتهم كلهم شو عم تعملوا مش انا قلت وليد بيك جمبلات قال نحنا ما صرنا بجمهورية الموز لك عمي طب خبرونا الرئيس القوي والرئاسة القوية من 8 شهر لهلا شو تغيير بالبلد نحو الافضل يا خي نحنا بدنا ميخيل عون رئيس الجمهورية ونحنا مأيدين وحده بس يقولوا لنا شو تغير شو اللي مبنع على صعيد المؤسسات صار فيه تعينات شو صار فيه تعينات جبنا ازلامنا اطرر سلسلة الرتب والرواتي الموازنة على طريق الاقرار انه فيه بعض الامور لك شو صار فيه صار فيه فضيحة كهربا اي اي طبع البواخر يعني لا هلا ما هي 8 شهور عم يتخبطوا بالفضيحة مسؤول عنا الرئيس الجمهورية لا هلا نقل كلم عن الرئيس الحكومة انه خلال شهرين رح بيكون عنا كهربا 24 على 24 ان شاء الله بنزقف له شون احنا بنزعل بس يا خي خلينا نراجع المسار من وقت الطائف لهلا مصار الكهربا عم بيحكي خلينا نراجع المسار كم مرة صرت سمعانا انت يمكن كنت صغير شاب باول عمره كنت تسمع بال 24 على 24 فيش غال نحنا بزحلة طبقناها من اول وزير طاقة تسلم بعض الطائف هو يحكي عن 24 على 24 من 24 على 24 صارت 24 على 24 نأمي معاش نعمي ناين خلينا انها كفى خفيت زحمة خلينا نخفى في زحمة السير خفيت هلا بت 8 شهر بيخففو لك زحمة السير بحد الادنى شو بدك ع 6 سنين شو بدك اليوم لما يكون في نية للشغل في اموال عم تنفق في اجهزة عم تجتمع في ادارات عم تجتمع طب يخيي اوكي الفساد خف الرشوي خفيت الموظفين صاروا يديموا بعدلك الف موظفين بروحوش عشغلون بعدلك هلا مع السلسة بدو يزيد الدوام بالساعة 3 يعني شو هالإصلاح اللي صار هدا انه نحنا قبل ما نزيد الدوام ساعة و ساعتين خلينا نشوف شو عم بيثير بإدارات الدوام كمان فيه اعتصام بإدار الفتوى مشان قصة نهار الجمعة في حياة علماء المسلمين ببلد طائفي مثل لبنان وعم شتغلوا فيه بهذا المنحة وهيقلك وهيقلي حقهم يعتصموا ويقولوا نحنا بدنا الجمعة مثل ما نحنا بنقول بدنا لأحد لكن ما حدا عم بيفكر بمنطق علمي انه لما بيكون ثبته أحد عطلي بيقدر يستفيد الموظف والعامل والشغيل من ويك أند مع عائلته من استراحة طويلة نسبيا لحتى تعطيه زخم للشغل مثل كل هالدول الحضرية بالعالم لكن نحنا مفروض علينا أنه ناخد الاعتبارات الدينية عن الاعتبار لأنه هذا بلد طائفي هي ما بدي يدخل فيه بس أنا عم رجع بقولك عطيني شي تقدم قانون الانتخابات يلي بس ما اليوم إذا اجتمعوا اثنان محامية مع بعضهم بيعملوا عشر اقتراحات قوانين نحنا عزبونا من 2009 لليوم نحنا منقلهم بدنا قانون الانتخابات ولد مسخ هلأ هي قانون ما هني قالوا مش أنا عم قول هني اعتبروا إنجاز أنا وياك هون إذا من القليب العاجل ما بينبحث تعديل موضوع تعديلاته وانا وياك هون إذا بيكون فيه بطاقة انتخابية وانا وياك هون بكرة برهين قدام كل اللبنانيين إذا فيه واحد منهم لهوضي اللي طبخوا رضيان عنه للأنون لأنه وقعوا بشر ما أنجزت أيديهم عادي يعني ممكن كما ما يكون فيه انتخابات بال2018 مش عيب مش عيب بدك اللي نحن مستفدين عم تبقوا لك عيب عيب ما يكون فيه انتخابات وعيب يكون فيه هايك قانون وليك عيب يكون فيه هايك قانون خلي يشرحوا لنا إذا هني فهمنينه إذا هني فهمنينه نقعد ستي سبعة لنحكي كيفية احتساب الربح تطلع معك 300 نتيجة وكلها قابلي للطعن لدى المجلس الدستوري لأنه بكرة شوف كل واحده يعتبر حاله ربح وشواهي بلاقي حاله خسران بده يروح على المجلس الدستوري بعدها قانون أنا هاي اللي عم بسمعها كل دقيقة يا عمي حق المواطن يختار لما يكون فيه 70-80 مرشح بمدينة مثلا متل زحلي إنه بده يلزم كرميل واحد بستة آخرين نحن عنا سبع مقاعد وين حق المواطن بالاختيار ينقى عم تعطي صوت تفضيلة لو صوتين كان بيجوز والصوت واحد صوت واحد يعني إنه صوتين بعدك على الأقل احترمتك عم قللك نقى اثنين نقى اثنين بس صوت واحد يعني الموراني بدي يروح عند الموارني يقوله نقوعة يا أهل الموراني لعند السنة بدي يقوله أهل السنة أهل الشيعة أهل الشيعة أهل الكويت أهل الكويت كله كل واحد بدي يروح يصوت لمذهبه لطائفته عم نعزز المذهبية والطائفية زحلي والعين الانتخابات من اليوم زحلي التلاكية على هالطاولة مئة مرة من 2009 خلصت الانتخابات بعشرة حزيران بحضاعش بلشت المعركة لأنه اللي خسروا ما اعتبروا حالهم خسرانين اعتبرونا بالطعن لقدموه عشطناهم الكراسي فلذلك لهني مقتنعين بالديمقراطية وأنه صلهم عشر سنين برات المجلس في غيرهم وبكرة يمكن الانتخابات تفللنا وتجيب غيرنا مش مقتنعين فلذلك المعركة مازالت كانت ومازالت مستمرة بس كمان يعني زاد عليها هيك مثل ما بيقولوا حماوة عن زيارة الدكتور جعجع إلى زحلي وبالح شفنا بيان طالعا السيد ميريام سكيف رئيسة الكتلة الشعبية ردت عليه اختها لنائب سيد ريدا جعجع يعني واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتبادل الاتهان يعني بنظر السيدي ميريام سكيف ممنوع حدا يجي عزحلي إذا ما مرأ عبره وإذا مرأ لعند غيره ولعنده كمان هذا أخطأ بس فقط لازم يمروا إلي عنده هاي الزهنية عم ترتد عليها بويلات انتخابية أنا مبارح عم بقرأ على السوشال ميديا والعاني ما كنتش حاول أعرف ليه عملت هالمشكلة لحاله انه بيحق له لدكتور سامير جاجع يطلع كل يوم عزحلي وبحق لشيخ سامير جمير يطلع كل يوم عزحلي وبحق له للوزير باسيلي يطلع كل يوم عزحلي وبحق اللي كل يوم روح على البترون وروح على بشري وروح على بكفية وروح مطرح مبادة ما حدا له علاقة بالتاني ان احنا لبنانية بنمثل الأم اللبنانية لكن وبعدها ان احنا أحزاب أحزاب على امتداد ذات الوطن يمكن هي لأنه كتلتها محصورة بزحلي ما عم تفهم شو معنات حزب على امتداد وطن نحنا بحق لنا اياداتنا تطلع مطرح مبادة لأنه بيت كل حزبي هو بيت للقائد أو الرئيس تابعه وبالتالي هذا اللي صار مبارح شي مش مقبول هاي زهنية مش مقبولة زكرتني بغازي كنعان يعني يوم شعبيت الكتلة الشعبية متراجعة بزحلي زكرتني بغازي كنعان نحنا عم نقرأ مش كتير وعيين للمرحلة بس كان إذا شي وزير أو نايب بده يطلع على سوريا بده يمرق على عنجر بقى ما بعرف ورايح وجاء ما بعرف إذا هي نتيجة العلاقات الوثيقة اللي كانت قائمة بينهم لازم اللي بده يطلع على زحلي يمرق لعندها يا عمي هدا نحنا ما بيجي لعنا منروح بنسلم عليها بنقول له أهلا وصهلا رحيت عند الدكتور جاجة أكيد شو رحكيت انتوية حكينا بالشاوب والحرب الزحلي لا أكيد حكيته انتخابات هناك من يقول أن القوات الليبنانية عندهم صعوبات انتخابية بزحلي ولا سيما بسألت اختيار مرشحين وتحير وفات خصوصا إذا كمان الكلام قد يكون له موقع انتخابي إلى جانب رئيس الكتلة الشعبية فيه كلام كتير عتيني مش من موقع الدفاع عن حدا بس من موقع الكلام الموضوع عتيني حزب قادر هلا يحدد مرشحينه أو تحالفاته هالشي بينطبيق على الكتيب وعالقوات وعطيها الوطن الحر وعطيها المستقبل وعالمستقلين اليوم مش قادرين مبلوير صورة حالفة هذا نحن ما اختار يعني النائب جبران باسيل أو ما اختار التفاهم مع المرشح ميشيل ظاهر مثلا يمكن يمكن بلشوا جمعوا كتلتهم لأنه ظاهر أنه هاي الانتخابات رح يروح كل حزب ليكون عنده ليحتو لحاله صحيح لأنه من نتيجة الصوت التفضيلي هو الصوت الحاسم هلا أنا ما دعيت على أي شي له علاقة بزيارة الوزير باسيل إلى زحلي من الألف حتى العشاء عند صديقنا الأستاذ ميشيل ظاهر ما دعيت على ما دعوا عن نواب كلهم ما دعوا عن نواب كلهم عم بحكي عن حال ما دعيت لذلك ما بعرف شو صار يعني حقه وميشيل ظاهر يستقبل مين ما بده سبقوا وعمل ولائم للوزير أنا حكيم لما طلع على زحلي سبقوا شارك معنا بولائم ترحيبا بالشيخ سامي جميل وميشيل ظاهر صديق للي وحقه ويعمل كل شي لنجل معركته الانتخابية بس أنا عم ما دعيت لأنه لو دعيت يمكن كنا شاركنا متل ما شاركنا لما دعتنا القوات اللبنانية بزحلي أثناء زيارة دكتور سامي جعجع وشاركنا بالعشاء وشاركنا بالاستقبل هل صحيح سيكون هناك موفد من قبل القوات ليزور الشيخ سامي جميل وأنه هذا الكلام قال لك دكتور جعجع أول شي لا فيك تفصح عنه لا 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 لأ لك نحن نحن حزب نؤمن بالحوار والانفتاح وأبواء بيت الكتيب مستوحة لكل الرفاء والأصدقاء والمحبين وأي زائر مرحب فيه وأعتقد من أطعت لزيارات يعني عن بيت الكتيب ولا أن أطعت عن معراب يعني بيظل التواصل قائم بشكل أو بآخر بعتقد فيه شي بهالاتجاب هنأخذ أول بريك إعلاني ومنتابع نهاركم سعيد ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من ال LBCI مع النية بالأستاذ إلي ماروني في عندي هون سؤالين يعني سألينك إياهن المشاهدين يلي عم بيشاهدوا على الحلقة السؤال الأول من فادي الرفاعي بيقول هل ممكن تتحالفوا مع حزب الله في الانتخابات وهل هناك تقارب بين الفريقين وحزب الله وحزب الله وحزب الله وحزب الله عنده أصوات سيترجم سيترجم تحالف بالرغم من أنه برجع بكير بس ما بعتقد هذا التحالف ممكن سياسيا لأنه اليوم أنت تحكي سياسي في سؤال تاني من عمر فخر الدين بيقول كيف أعطيتم براءة الذمة لعدم لعدم وجود إرهاب في عرسال وأنتم كنتم تعلمون أن مخيمات تدريبهم موجودة كما ذكر الوزير غصن يعني فيز غصن وكان وزير الدفاع هل هي تعليمات من حزبكم أو اجتهاد خاص منكم أول شي الزيارة اللي أمت فيها ما له علاقة الحزب فيها أمت فيها بمبادرة شخصية كنيب اتنين حكي كتير عن هالزيارة مع أنه أنا واحد من مئات المسؤولين اللي طلعوا على عرسال ثلاثي ياريتي بيرجع للأرشيف أنا طلعت ولازم هو يكون فرحان طلعت لأني أنا كان عندي هدف ومع مجموعة مستشارين لأينا أنه نحن بالبقاء حريصين على الوحدة الوطنية وعلى المصالحة المسيحية الإسلمية والوحدة الإسلمية بالإرهاب طلعنا نحن وما كان بعد الحرب بسورية ولا انتقلت إلى جرودنا ولا في شي من من داعش وجبات النصر مجتمعين فيهم كنا بعد مش موجودين نحن قلنا لأينا الأهل الطيبين وأنا قلت الإرهاب لا لون له ولا طائفة ولا مكان الإرهاب موجود في كل مكان لكن الناس أهل الضيعة هاو دي مش لأنه في إرهاب عتلالهم ما نقول عنهم إرهابيين فنحن نفينا صفة الإرهاب عن الأهالي يلي اليوم كل الناس عم بينفوا صفة الإرهاب عن الأهالي يلي هني كانوا ضحية هالإرهابيين وتسلطون لكن الاستغلال السياسي من فريق معين وتلفزيون معين صار معاش عندون غير كل يوم ينزلوا هذا الخبر وكأني أنا ارتكبت جريمة إني حفظت على الوحدة الإسلامية المسيحية من خلال هذا المواف واثنين بعتقد بنرجع للتاريخ ما كان في داعش ما كان في جبهة النصرة ما كانت وحول الحرب السورية انتقلت لهون وبالتالي ما حدا يعيرنا إلا بالإرهاب أنا اللي قيل أنا اللي قيل على منابر التلفزيونيات داعش لازم تتجمع بسيحة وتحترق مثل ما عم تحرق الضباط وتحرق العسكر أنا اللي قالت يجب صحق هذا الإرهاب وإيباته أنا اللي مكتوي بنار الإرهاب لأنه نحن عنا ببيتنا وبحزبنا ألاف الشهداء يلي سقطوا دفاعنا اللبنان من إرهابيين لأنه القاتل الإرهابي أينما كان شو ما كان اسمه فبقى ما يزيدوا علينا بالموضوع طيب يعني حزب الله أنقذ جرود عرسيل من جبهة المصر وحتى إذا بدك فينا نقول أنقذ عرسيل كمين يعني من جبهة المصر خليني أقول أنه بكل اللبناني كانوا مستعدين يخذوا معركة للقضاء على الإرهاب خلينا نقول أنه بغد النظر عن موقفنا من العمل وحزب الله نحن منطقنا منطق دولي نحن عم نقول الدولي لازم تكون هي صاحبة قرار الحرب والسلم وبنتذكر أنه سماحت السيد حسن نصر الله طلي على التلفزيون وقال بخطاب أخير إلو أنه قبل المعركة عرسيل أنه يومين ثلاثة بعطي مهلي إذا ما بدأ تبليش المعركين إحنا بدنا ننظيف اثنين في ضبابية حول كل اللي صار وبالتالي نحن نريد أن الجيش اللبناني يكونوا صاحب القرار الجيش اللبناني عم يتزود بعديد وعيتاد قادر على أخوض المعركة عنا كل الثقة بالجيش اللبناني ونحن كشعب لبناني وبما فيهم شعب حزب الله يعني هذا شعب لبناني كلنا بنكون دعم للجيش اللبناني بدون يميزوا بين شو عم نحكي نحنا عم نحكي بمنطق الدفاع عن الدولي والمؤسسات مش بمنطق الهجوم على حزب الله عنزي ولو طارت لا نحنا قلنا الشهيد الشهيد الذي يسق الدفاعا عن لبنان هو شهيد أينما سقط لكن نحنا بدنا الدولي ما بدنا نكرس بكرا كل حزب يدافع عن منطقة من المناطق بدنا القرار للدولي بدنا القرار بالحرب والسلم للحكومة والجيش اللبناني هذا اللي نحنا كنا عم نقوله ونحنا كلنا دعم معنوي ومادي قلبا وقالبا إلى جانب الجيش اللبناني في قضاءه على الإرهاب وخصوصا هلأ بمعركته مع داعش اللي هي المعركة الأصعب لأنه هايديك حسب ما شفنا كانت نزهة البينما هلأ المعركة لأنه داعش عندهم خلفية وامتدادات إلى داخل السوري مطرح مهنة وسيطرين وممكن يستقنوا تعزيزات وقوى وإلى آخره فلذلك كلنا لازم يكون مجندين كشعب لبناني إلى جانب جيشنا لحتى يقدر انتصل بهذه المعركة اليوم الجيش يستعد لهذه المعركة يعني يستعد على الصعيد اللوجستي كعديد وكعتاد يستعد أيضا من خلال القصف اللي عم يقوم فيه على مواقع رهبيي داعش ومن خلال يعني عمليات التقدم اللي عم تتمركز فيها على المزيد من التلال قبل أنه هذه المعركة تندلع هناك من يدعو هذا الجيش اللبناني إلى التنسيق مع الجيش السوري وحزب الله باعتبار أنه هني كمان موجودين على الأرض والعدو مشترك اللي هو تنظيم داعش نحن قلنا هذا الأمر من اختصاص الحكومة اللبنانية اللي حيرت لبنان واللبنانيين والكون كون اللبناني مش عارفة تاخد قرار بهذا ما عنداش قرار بهشي بس خليه لك شي كون اللبنانيين خليه لك شي اليوم وقت البدك تتعاطى مع الجيش اللبناني الجيش السوري بدك تتعاطى مع المعارضات السورية لأن فيه معارضات لأنه كمان كيف يعني يعني أنت بدك تنسيق مع جيش السوري بدك تنسيق مع المعارضات مش مع داعش فيه المعارضات ايه بش ما تنسيق معهم هون يا بابي جرود عرسي هني لش بدك تنسيق مع جيش السوري لأنه فيه يعني داعش ممتدين من الحدود اللبنانية إلى الحدود السورية مناطق وراء فيه كمان ما بعرف شو أجميهم أنا أحرار الشام جيش الحر ما بعرف شو يلي كمان يلي هوا عم بيحاربوا داعش والنصرة هلأ خلاصنا من النصرة عنا داعش نحن مع العلاقات التجارية بين لبنان وثوريا أنه تستمر في علاقات دبلوماسية قائمة بين لبنان وثوريا عيننا سفير سعد سفير عيننا سفير خلينا نكون موضوعيين هل سفير مين عينوا يعينوا جزء من الحكومة عينوا ما بلشنا كلامنا لنا الحكومة السورية مش عارف اللبناني مش عارف يتأخذ قرار لأنه بكرة واند يروح يقدم وراء اعتماده هالسفير مش عند الرئيس الأسد بخي ينبيرح بإفطار بالأسر الجمهوري كان رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قاعدين وكنا نحن قاعدين وكان السفير السوري قاعد ما كانوا موجودين بقاعة وحدة عم يتناولوا الإفطار بس وقت بصير فيه تعيين سفير ما حرطوا لي قالوا أننا مش موفقين على تعيين سفير بسوريا مية بالمية فلذلك نحن عم نقول خليها تأخذ الحكومة اللبنانية هذا القرار ما أخذ بالعين الاعتبار أنه نحن من الأول موقفنا هو الحياد الحياد عن كل ما يجي في سوريا الحياد عن الوحول السورية يلي لك شجرة ويلات على البنان ومنها اللي عم بيثير بالجرود اليوم وقلنا أنه خلينا نطالب الأمم المتحدة وجهات الدولية راعي لنسحين بلبنان أنه يكونوا هني الوسيط هكي بنتجنب الاحتكاك المباشر وبنتجنب التفجير الداخلي السياسي لأنه اليوم في أفريقاء داخل الحكومة بيقولوا أنه نحن إذا بدوا يروحوا على سوريا أو بدوا يتعاطوا مع النظام السوري بدنا نعمل إشكالية بدنا نستقيل بدنا فيلم نفس الوقت ما أسمعنا أحد أسمعنا أحد أستقيل أسمعني أحد أريد أن يستقيل يوقع اتفاقية مثلا إذا وزير زراعة بد يوقع مع وزير زراعة وزير صناعة مع وزير صناعة هاي صفة شخصية مش رايح بمواكبة أمنية لبنانية رسمية مش رايح راكب بالسيارة بالتاكسي وطالع على سوريا يقضي يومين بشيرتهم لا طالع يلتقي بمسؤولين سوريين وبمواكبة أمنية لبنانية رسمية إلى آخرها يعني هاي المسخرة اللي عم بتصير هاي دي البلبلة اللي عم بتصير هيدا عدا موجود وعي بإدارة شؤون البلاد بس كمين هذا الوزير بيقول لك طب خير الحكومة من آخر يتقرار لآخر يتقرار أنه مروح ولآخر يتقرار أنه روح فإذا أنا عم بروح أنا أنا جيت ندعو فإذا يثبته من هذا الموضوع حاج يعملوا منه عناطير يحسموا بالحكومة ككل يحسموا بالحكومة أو نحن بنا نتحاور مع النظام أو بنا نتحاور مع النظام نحن بالمعارضة عم نتفرش لكن نحن عنا رأينا أنه الأمم المتحدة هي لاجب أن تكون الوسيد وبالتالي معلش في أحد أدنى من الاحترام مش عم شوف أنا كيف رئيس الحكومي لا يحترم موقفه بهذا الإطار وبالتالي رغم موقف رئيس الحكومي عم يتحدوا ويروحوا عسورية تم في نزاة سياسي قائم بينهم برئيس الحكومة بسموا الحكومة حكومة وفاقية وحكومة تشمل جمع الوطن لا بهذا الموضوع مش وفاقية وبالكهرباء وبعجل التسير وبالتعينات واللي مرأت بسمعه مجيب كهرباء من سوريا فيه اتفاقية قائمة بين لبنان والتجارة قائمة بين لبنان و سوريا واجهزة أمنية عم تروح على سوريا والوزراء السورية عم يسافروا من مطار بيروت بمواكب أمنية لبنانية بقى يوضحوا لنا وضحوا لنا شو بدهم وضحوا لنا شو سيستهم ما فيك بنفس الاعتبار تعتبر حالك بمرحلة حيادي ومرحلة مشارك يعني بنشوف اليوم انه ايه روحوا نظموا العلاقات التجارية اللبنانية السورية وبنفس الوقت ممنوعة نسقوا مع الجيش السوري النظامي كرميل قصية داعش والإرهبيين وإلى آخره في ضياع على مستوى الحكومة هي القرار للحكومة ويني الحكومة؟ من هوني بتتحمل المسؤولية الحكومة إنها ما عم تاخد القرار الحاسم بهذا الإطار بس ما كمان هذا الأمر عم بيروح بالسياسة يعني عم بيروح لموقف في معنى زملتنا نور نصر الله يعني موجود بسيحة رياض الصلح وفي العسكريين المتقاعدين يلي عندهم مطالب العلاقة بسلسة الرطب والرواتب موجودين بسيحة رياض الصلح وإن شاء الله بتنحل مطالبهم لأنه هني أصحاب حق بهذا المطلب وشاركت معهم ممثلا رئيس أمين جميل ورئيس الحزب الكتاب الشيخ سامي بحصب ينهر الأحد بندوي وتكريمية أقام النائب أنور الخليل دعما لمطالبهم وكنا نحن من المؤيدين لهذه المطالب عظيم خلينا نشوف لكين شو بدون يقولوا بسام نحن مجددا بسيحة رياض الصلح حيث هلأ رح نستمع لكلمة المتقاعدون بالقوات المسلحة اللي حيصدروا بيان تزامنا مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب الهيئة الوطنية لمتقاعدين القوات المسلحة نعقد اليوم هذا المؤتمر الصحفي بمناسبة أقد جلسة تشريعية لمجلس النواب في جدول أعمال المتضمن في البند 27 منه اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني والبحث في تعديل بعض مواد سلسلة الرتب والرواتب لسيما المواد التي قدمتها الهيئة في مذكرة خاصة إلى فخامة رئيس الجمهورية في بعبدة والتي تضمن جميع المطالب المطالب المتقاعدين المتمثلة بالتطبيق المادة 79 في حساب معاشاتهم التقاودية إن فصل معاشات أبناء الشهداء والمعوقين عن معاشات باقي المتقاعدين جاء ليدفع الظلم عنهم وإنما في الوقت نفسه ليدل على الظلم الذي ما زال لاحقا بجميع المستفيدين من المعاشات التقاودية ويعطي الدليل القاطع على التعمد في حرمانهم من حقوقهم والتمادي في مخالفة نصوص الباب الثالث من قانون الدفاع الوطني الذي يرعى تقاود العسكريين من كل الرتب والدرجات والأوضاع بمن فيهم المعوقين وعائلات الشهداء الذين لا يمكن استثنائهم وحدهم من التجزئة ليس فقط لأن الاستثناء غير قانوني وغير دستوري وغير إنساني ويحرمه الدستور اللبناني والقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان بل أيضا إنه لا يمكن استثنائهم وحدهم دون باقي المتقاعدين وخصوصا عائلات المتوفين في الخدمة الفعلية أو في التقاعد كمان هني مثل الشهداء لأن أولادهم المستفيدين من المعاشات هم قصر وعاجزون عن الكسر لذلك نتوجه إلى النائب الكريم بوصفه نائبا عن الأمة جمعاء وليس عن رئيس كتلته النيابية أو طائفته أو منطقته ونطلب إليه تحكيم العقل والضمير والوفاء للوكالة المعطاة له من الناخبين وتوخي العدل والمساواة بين المواطنين وعدم القبول أولا باجتزاء معاشات المتقاعدين وقدم أجزاء منها ثانيا بحرمانهم من حقهم في إضافة سلفة المعيشة المعطاة لهم عام 2012 التي دفعوا الدخل ضريبة الدخل والمحسومات التقاعدية عليها ثالثا بحرمانهم من تقاعد بحرمان من تقاعد منهم بعد تاريخ 1-2-2012 من المفعول الرجعي على الراتب والتعويدات العائدة له إن قانونا مبني على اجتزاء الحقوق ويستسني فريقا ويبقي على فريق هو قانون فاقد لصفاته الدستورية لعلة النقص في المساواة والعدل ولعلة الشمولية والاستمرارية لذلك نجدد الطلب إلى النائب الكريم بالتصويت إلى جانب تعديل المادة 79 من القانون الدفاع الوطني والإقرار بالحقوق ودفعها فور صدور القانون هلأ يمكن تمرق المادي 27 من الجدول كما نطالب فخامة رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي لإعارض درسه وتصحيح الظلم الوارد في المواد 3 و 18 و 19 و 31 و 32 و 34 و 34 منه من السلسلة يعني إن الهيئة الوطنية استشكر النواب الذين وقعوا على اقتراح القانون تهيبوا بالذين لم يفعلوا أن يطلعوا عليه ويصوتوا إلى جانب الذين ضحوا بحياتهم في سبيل لبنان وبذلوا أرواحهم قرباناً على مسبح الوطن بيروت في 16-8-2017 رئيس الهيئة الوطنية لامتقادي القوات المسلحة شكراً خلق العمير شكراً شكراً والظلم عنوانه انظروا في هذه الساحة المتناقضات الأخوة يعني استمعنا لبيان صادرة عن العسكريين متقاعدين خلينا نرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو مسألة يعني علاقة اللبنانية السورية طيب اليوم هؤلاء الوزراء يتوجهون إلى سوريا وسيجروا مثل مقالت محادثات مع مسؤولين السوريين ومثل ما قلت أنه بعض الفرقاء اللبنانيين يعني يعني بيقولوا نحن ما بنقبل وما بنقبل وقلت أنه كمان فيه ناس هددت بالاستئلة ولكن يعني قداش القدرة عند هؤلاء الفرقاء المعارضين لاتخاذ بالفعل خطوات عملية داخل الحكومة وغارج الحكومة إلى علاقة بالاعتراض على هذا الموضوع خصوصاً أنه أني عم يربطوه بمسألة يعني تعويم نظام الرئيس الأسد خليني إلك بنظام مجلس الوزراء أي سفر لوزير خارج إطار الدولة اللبنانية بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء لأنه أولاً في مواقف بدو يخدها هيدا الوزير تاني شيء في صرف نفقات واعتماد للزيارة بغض النظر صغيري أو كبيري سوريا دولي تاني مش دولة لبنان يعني الوزير بدو يسافر بدو قرار مجلس الوزراء هون ما فيه قرار بمجلس الوزراء بأي دولة بالعالم تحترم حالها أي دولة بالعالم تسمح لوزير أنه يفتح حسابه يسافر لبرة الوزير يمثل الدولة اللبنانية كلها ما بيمثل حزبه لما بدو يروح بحزبه فيه حزبيين ومسؤولين بيروحوا الوزير بدو يطلع برات بلده بيمثل بلده هون اليوم هوني عم يتحدوا حكومتهم وبدون قرار مجلس الوزراء بغد النظر شو نظرتي أنا لهذه الزيارات لكن هل رح يصير شيء أكيد لا بتتضبضب القصة مثل العادي وبتتساوى مثل العادي في مين بياخد موقف معارض للتاريخ وفي مين بياخد موقف مدافعا لزيارة أيضا لأنه عنده مصلحة بهذا المطرح بس مع الوزير يعني احنا مش قاطعين لعلاقات مع الدولة السورية أنا رئيس الحكومي عم بيقلك لا مش أنا اللي عم قول بس نحنا يعني علاقاتنا مش مقطوعة بعرف واللبنانية راح ينجيين والسورية راح ينجيين طبعا كمان عنا معاهلة التعاون أخوي وتنسي وفي اتفائيات عديدة وفي موظفين ضمن هذا المجلس الأعلى تدفع أمواله الحكومي اللبنانية والحكومي السورية صحيح على الحكومي اللبنانية أنه تطلع توضح هذا الأمر لللبنانيين تقوله أن نحنا دولي منرتبط مع سوريا بالعلاقات ديبلوماسية نحنا في معاهدات تجارية واقتصادية وأمنية وسياسية وقضائية والبداكيها ولو مش عم تتنفذ نحنا في مجلس أعلى سياسي لبناني سوري في زيارات أمنية متبادلة عم يستعملوا مطار بيروت ليسفروا الوزراء عم يستعملوا مستشفيات بيروت لا يجوا يتطبب وما كان وليد المعلم من فترة بالجامعة الأمريكية فإذا يطلعوا يوضحوا الأمور ويخدوا موقف لأنه هايدي البلبلة باتخاذ القرار بكرة بيطلع عنا وزراء بدون روحوا على مطرح تاني ما في ردة علي كمان وبيدب الخلاف أكثر من هالخلاف موجود داخل الحكومة اللبنانية وهي اللي عم ينعكس على الأرض عم ينعكس على الأرض لأنه اليوم مفروض بعهد جديد وحكومة بتضم معظم الأطراف اللبنانية إلا نحن والمستقلين يعني شوي خلونا بره هيك مبسوطين ونحن كمان اخترنا نبقى بره فمفروض على الأقل يشتغلوا على جمع الشامل اللبناني إذا مش قادرين يعملوا شثورة ليخففوا العجقة يعملوا شثورة بين اللبنانيين مش يزيدوا للعكتاح حتى هذه شثورة يبدو مش هتزبطاك الحال هلأ نكمل حكي بيها الموضوع بس بدي كمان يروع مجلس نوابلي عن زميلنا مرون نصيف نهارك سعيد نهارك سعيد بسام لألك لا ضيفك ولا المشاهدين مرون يعني إضافة لما يجري خارج مجلس النواب ماذا سيجري في داخل هذا المجلس نعم بسام هي جلسة لاستكمال البنود التي لم تقر في الجلسة السابقة جدول أعمال هذه الجلسة مؤلف من 28 بندا بغالبيتها هي بنود مطلبية وبنود اجتماعية وبعض هذه البنود هي تتعلق بالترقيات في المدرية العامة لقواء الأمن الداخلي والمدرية العامة للأمن العام أبرز البنود المدرجة اليوم على جدول الأعمال اختراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبنانية وهي المادة المتعلقة بجريمة الاغتصاب اختراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة وسائل المتعاقدين في هذه الإدارات وفقا للأصول وبدوام لا يقل عن دوام رسمي من نظام التقاعد والتقديمات تعونية موظفي الدولة أيضا من البنود البارزة اختراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب هادح بيش والمتعلق بالنظام الدفاع المدني ولأجل هذا الاختراع يعتصم متطوع الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح قبل هذه الجلسة من المتوقع أن يعقد لقاء ثلاثي بين رئيس مجلس النواب نبيه برري وبين النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة والنائب جورج عدوان هذا اللقاء هو لقاء يتعلق حصرا ليس بجدول الأعمال بل بسلسلة الرتب والرواتب واقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي يتم الإعداد لها لتقديمها بمادة واحدة للتصويت عليها في الجلسة المقبلة وإدخال التعديلات اللازمة على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والإرادات هذه الاقتراحات اقتراحات القوانين المعجلة المكررة كما علمت الالبسي آي تم الاتفاق على غالبيتها ويبقى بعض التفاصيل منها من هذه الاقتراحات اقتراح يتعلق بالقضاة وصندوق التعاضد اقتراح يتعلق بالضريبة التي فرضت على الكحول إضافة إلى اقتراحات أخرى كل هذه الاقتراحات حتى لو قدمت وحتى لو تم الاتفاق عليها لا يمكن لمجلس النواب التصويت عليها وإضافتها والحاقها بقانون السلسلة وقانون الإرادات قبل أن يوقع رئيس الجمهورية على قانوني السلسلة والإرادات إذن هي الجلسة هي جلسة مطلبية بامتياز مطلبية اجتماعية قريبا تبدأ هذه الجلسة وسنكون معكم بطبيعة الحال فور ورود أي جديد وبعد انطلاق هذه الجلسة شكرا لألك مارون على كل هذه الموطيات والمعلومات طيب رح ارجع موضوعي طيب الخلاف بس هو من هو مسأل داخلي إلى علاءة بلبنان الخلاف أكبر من هذه الخلاف يعني على مستوى المنطقة الخلاف على مستوى ما يجري في دول أخرى يعني اليوم ما يقوم بحزب الله في سوريا في العراق في لبنان في اليمن في البحرين بالكويت يعني راح شفتنا رئيس الحكومي راح كمان على الكويت وسمع كلام هونيكي أنه رحوا جيبوا لنا الأدلة يلي بتنائد الأدلة يلي نحن عنيها طب هون كمان هده ما بيخلق المزيد من الشرخ على الصعيد الداخلي اللبناني الشرخ موجود والخلاف موجود والخلاف موجود بالحكومي ومجلس النواب وموجود بكل المطارح واليوم برجع بقلك أنه نحن وعدنا بعهد قوي مع رئيس قوي لكن حتى شو ترجمته هيدا شو ترجمته ترجمته مزيد من دبضبيت الملفات مزيد من الوحدة الوطنية بس كيف تستاذيلي كيف يعني بمسألة 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 حزب الله في خيارات مأخوذة يعني رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر هني مع الخيارات اللي عم بقون فيها حزب الله فإذن جزء من 14 أزار هو يسلم البلد لهذه الخيارات يعترفوا أنه خلص انتهى كل شيء وسيطر حزب الله على البلد عتيني تفسير آخر لكل اللي عم بيصير اليوم إذا مش قادرين رئيس الجمهورية إيه أكيد رئيس جمهورية مع خيار حزب الله رئيس جمهورية مع خيار الحوار مع النظام السوري رئيس جمهورية مع خيار المقاومة نحنا ضد هذا الخيار إجا فريق منا اختار هذا الخيار اختار هذا الرئيس الذي يختار هذا الخيار فشو معناتها؟ معناتها أنه سلم له بالسياسي خلينا نريح البلد ونريح الناس ونقول نحنا هذا اللي ماشي العيجب وعيجب ولمش عيجب وعيجب مش بنا نعارضه بذات الوقت نحن اللي أوصلنا إلى ما وصلنا نحن ما بقوله عم نعارض نحن ننقى بنفسنا عما يجري هل في شي اسمه بالفعل النائب النفس عندما بيحموا الوزراء بحارهم بيروحوا على سوريا هيدا نائب النفس نائب النفس لما بنكون عم نتفرج بس شو أسمرت سياسة النائب النفس عند فريقنا السياسي أو الفريق فريق طوى 14 يعني هو الوحيد اللي عم تفرج شو أسمرت هجموا معركة حزب الله بعرسل بس المعركة حصلت واللي صار صار والتسوية صارت والصفقة صارت والدولة كانت آخر من يعلم يمكن عم تتفرج على التلفزيون تعرف من الإعلاميين كان فيه اللواء عباس إبراهيم موجود بالمرحلة الآخرة هذي التفاوض أنا بحبه لللواء عباس إبراهيم بأديله تحيي لأنه هيدا زلمي شجيع وشغيل بس ما لشي عم بحكي عن مستوى السياسي أنا ما كان فيه دولة مع خبر اثنين راحوا أو راحوا بكرة على سوريا والدولة عم تتفرج أنا ما إلي خصة عم يمرق كل شي بيصير طيب بدنا نظل هاكي نروح على الكويت بدنا نروح على الكويت نعزز اتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية اللي بدون نفع البناء بدنا نروح نقلهم للكويتية يا عمين إحنا بنحبكم وإنتوا قلكم فضلكون الاقتصادي على البناء ما عشي يفعل حكي وانا نظل نروح على السعوديين راضي وانا نظل نروح على هون راضي معنى انت فيه شي مش مزبوط هذا اللي أنا بده علاج هذا اللي بده حوار جدي مش حوار لتشجيل المواقف حوار جدي حوار لا يستثني أحد حوار مبني على قناعة بدنا دولي ولا لا كان يقول شيخ بيار الجد المؤسس أي لبنان نريد يعني يتعاولوا نشوف أي لبنان نريد ما جربنا كل الاحتمالات ومشينا معكم وجبتوا الرئيس البدكونيه بعد سنتين ثلاثة فراغ وعملتوا اللي عملتوا بالبلد والوضع الاقتصادي رح ينهار والناس جاعت والصرخة طلعت والفساد مستشري وما في شي لك ما في شي عطيني شي إيجابي ساعتها اللي بسترجي احكي إذا في شي إيجابي إذا في شي تحقق إيجابي بالبلد قل لي عنه ما هو المعروف بدنا نهلل لأنه عملنا تعينات والجموية جبكم تعملوا تعينات بنترك الفراغ لكن بس أي تعينات تعينات المحاصصة هيدا البلد اللي بيقوم على المحاصصة ولا بديقوم على الكفاءة والرجل المناسب بالمكان المناسب أوكي فيه كفؤين من الطيار فيه كفؤين من المستقبل فيه كفؤين من الكتيب فيه كفؤين من القوات فيه كفؤين من كل الناس بس مش كل الناس بدأتكون لون واحد رايحين على حكم الحزب الواحد نحنا حكمنا بس جيب لي وين استعمل الرئيس أمين جميل حكم حزب الواحد يمكن كان أبعد الناس عن السلطة هلأ بيفتحوا لك صفحات الشيخ أمين بطلت خلاص صفحاته مشرقة وناصعة ويا راية اليوم عم يعملوا لكي نعمين عمل هذيك الأيام بغض النظر عنها وأنه على القليل كان فيه عنفوين وكان فيه دولي إلى هيبي رغم أنه معنده السيطرة على الأرض بس بعدها دولي ودولي وحدة عم تحكي برات لبنان مش دولي اليوم بسوريا ودولي هوني في دولي اليوم رايحة على سوريا تحكي جزء من الدولي رايح يحكي وثرنا دويلات ما عندناش دولي ومش أنا برجع بقول وليد جمبلات يلي هو من أشتر تتبنى هالكلام يعني نلاقي من أشتر القراء بالسياسة اللبنانية هو يعمل لك نحن بجمهورية الموز نحن بجمهورية الموز جمهورية الموز رح نيخد تاني بريك بس الموز المهتري في عنا موز كتير بالجنوب وبغير مناطق بس يدك طيب بس نحن نحكي على الموز المهتري حالة وكلنا خلينا نيخد تاني بريك إعلاني وننتابع نهاركم سعيد وننتابع على الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع النابل أستاذ إدي ماروني يعني الأستاذ ميشيل ظاهر بيقول أنه هو مرشح مستقل متحالف مع الطيار الوطني الحر أهلا وسهلا فيه بيضل صدي أنه كان مستقل أو غير مستقل هو صديق لنا عزيز ومنحترم الإنجازات اللي عملها حقيقة بميدان الصناعة وعمل شي يعني إذا منا قيم هده الزلم يبنقول هده رجل عمل شي يعني في كتار اليوم مرشحين عم نسأل هاو شو عمله لا بالسياسي ولا بالنضال ولا بالمقاومة ولا بالإنماء هاو دي بس شابه استحلى بس ميشيل ظاهر الرجل عمل شي طب مع مي ممكن تتحالفوا أنتو ككتائب على صعيد على صعيد لبنين مين ممكن تتحالفوا هي كل الاحتمالات ويردي بس الحقيقة أنه هلأ بعد بكير لأنه ما حدا ولا فريق حسم حاله بس خليني أقول لك نحن بالأول بالمعيار مستعدين نتحالف مع كل الناس اللي عم يحكوا خطابنا يلي عم يحكوا مثلنا يلي بيفكروا مثلنا مع المستقلين اللي عم فيه مستقلين كتير يعني اليوم أنتو الباب ليس موصدا لا مع القوات ولا مع الكتائب عفوا ولا مع المستقبل بعد لش هني أخدوا خياراتهم ولا نحن أخذنا خياراتهم إذا عم نحكي عن خطاب سياسي إذا عم نحكي عن خطاب سياسي بس اليوم مثلا مع القوات لبنانية ممكن خطاب سياسي تشبهه بعض وخصوصا بما له علاقة بحزب الله وبالتدخل في سوريا وغيرها من الأمور عم إلا كل الاحتمالات ويردي بس أنا برأيي قبل رأس سنة ما فيك تحكي عن تحالفات بس مع المستقبل ممكن صارت المشكلة شخصية أكتر بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامج ميل يعني مش لازم تروح الأمور باتجاه الشخصاني لأنه من حق يعني لازم بي الشيخ سعد رجل اللي عاش فترة كبيرة بدول ديمقراطية برات لبنان وبيق يؤمن بالديمقراطية وبيعرف أنه المعارضة من حق تقول شو بدا تقوله برح استمعنا للنائب صديقي العزيز يعني عقاب سأر بمؤتمر الصحفي بيعتقد بأشياء كثيرة من اللي عم بيقولها عم بيعارض فيها معارضة لسياسة الشيخ سعد داخل الحكومة بدون ما يعلنها يعني اليوم لما عم بيهاجم حزب الله والشيخ سعد عم بيهدن حزب الله وكأنه عقاب عم بيهاجم سياسة سعد الحريري بس الرئيس سعد الحريري ما في هاجم حزب الله اليوم من حق سامي الجميل ونويب الكتاية بيقولوا الحقيقة مهما كانت صعبة الحقيقة من حق ووجبون القانوني والدستوري والشرعي وبوكلتهم عن الناس يدفعوا عما يرونه حق من واجب الرئيس الحريري يستمع إلى هذه الملاحظات المحقة ويخذب عن الاعتبار وإذا لم يكن هناك معارضة يجب خلق المعارضة لأن المعارضة هي بتصوي بمصاري الحكم المش مستهدف سعد الحريري بدون يتذكر الرئيس سعد الحريري اللي أنا بحبه وبيحترمه أنه نحن سميناه نحن الخمس نواب برئاسة سامي جميل رحنا على الأصر الجمهوري سمينا سعد الحريري اللي رئاسة الحكومة وهلأ بعد شوي يعني بعد مغادرتي من هون في عنا غدا بمنطقة زحلي مع أحمد الحريري مدعوين إلى غدا مشترك مع أحمد الحريري فالعلاقات الشخصية بتبقى قائمة ومش لازم إن شخصين السياسي لأنه باعتقد اليوم رئيس الحريري يطلق مع رئيس الجمهورية يلي بيوم للأيام قطع له تذكرة سفر بدون عودي يعني نحن إذا عارضنا على الفساد ما بيعرف الشيخ سعد أنه فيه فساد وبيعرف مين الفسد وبيعرف نحن عوان عم نصور لا بس يعني هذه الأمور المصلحة السياسية أو التفاهم السياسي تخطاها يعني اليوم مسألة الوان وي تيكت اليوم مسألة الإبراء المستحيل يعني كل هذه الأمور لازم يتخطى المعارضة لو لم يكن هو رئيس حكومي فيه رئيس حكومي غيره كما كنا من نعارض الشيء نحن عم نبحث عن نهج على مستوى الوطن نحن عم ندافع عن حق المواطن باعتقد هو بيشعر باللي عم نشعر فيه وهو بيشعر مع المواطن هو بده الخير ولازم ينبسط لأنه نحن لما بنعارض على شيء باعتقد هل هو بيرضى اليوم عم نعارض الدرائب هو بيرضى شخصيا بيرضى أنه المواطن يرهق بالدرائب لما بنعارض صفقة بالكهرباء أو ضبابية حول تسوية كهربائية هو بيزعل شيء إذا نحن درنا بمعارضاتنا وفرنا على خزينة الدولة مئات الملايين بس الحكومة تسعى إلى إنجاز يا استاذ إلي تسعى مش حساب المواطن حكومة تسعى إلى إنجازات هذا الموضوع إذا لم تحقق إنجازات يجب أن تسعى إلى إنجاز من أجل المواطن وليس على حساب المواطن ونحن قلنا بكل مرة تصيب نحن أول المصفقين بدوا يعمل إنجاز نحن نرحب فيه بزحلي وهذا طلبناه فيه بحكومته الأولى وبعدنا عم نطلب فيه يشرف لنخفف عن بيروت ضغط وعن أهل البقع لمعطرين نزل وطلع بيروت موت أبناء ونونا فقط يطلع الرئيس سعد الحريري مع وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية لنحط حجر الأساس للبناء الجامعي الموحد بالبقع يلي يطلع الشعر على سنة ونحن نطالب فيه بس ما كمان أنتوا متهمين وحتى من قبل أخصامكم بزحلي لأنه نوى بزحلي ما عملوا شي لزحلي أول شي بالنسبة لأخصامنا بالنسبة لأخصامنا خلينا نقارنن من 43 للألفين وتسعة شو عملوا ونحن شو عملنا أنا أدعوهم إذا هني معهم حق بالنعم يحكوا يشرفوا إلى طاولة هون حولك مناظرة أو مناظرة قدام كل أهل زحلي يعددوا لنا من 43 للألفين وتسعة شو عملوا غير الأنبي طاح عمام السوري ونحن رح نقلهم من الألفين وتسعة لهلأ شو عملنا أما بالنسبة إلى الإيادات طبعنا يلي بتعتبرنا مقصرين فخلينا سكتي ما نحكي لما كنا ننزل نطالب بعض هذه القيادات اللي كانت بموقع القرار وما كانت ترد علينا ويلي هي زحلي أعطيت الأكسرية للأكسرية السبع نواب هني أعطوا الأكسرية للأكسرية لكن ولا مرة كان في تجاوب أنا نائب ما عندي سلطة تنفيذية أنا بروح بطالب أنا اليوم اليوم بالزيت عم تتزفت زحلي مبروك ممكن لأنه اليوم في وزير بوزارة الأشغال لا سمح لي سمح لي شواء هو الوزير يوسف فنينوس سمح لي شواء من الألفين وتسعة أنا بستشد بالوزير غازي العريدي والوزير غازي زعيتر أنه نحن أنا جيت وغيري إجا مش بس أنا لحال أنا جيت عشرين مرة وإلي عشرين تصريح بهذا الإطار عم طالب بتسفيت بولفار زحلي اللي صار مسخرة وهي الطريق الوحيد بإيام الوزير غازي زعيتر وقع القرار بولزم التنفيذ زحلي بإيام الوزير في نينوس استكمل المبلغ للمباشرة بالتنفيذ واليوم عم تتزفت زحلي نحن في طريق دير زانون رياء ها من الاستقلال مش معمول نحن عملناه على مدى كيلومترات نحن عملنا نحن كنا ساعين ورا طريق الفرز والرياء نحن كنواب زحلي عملنا قانون برنامج لإزالة تلوث عن نهر الليطاني وروافده بما فيه نهر البردوني عملنا كتير شغل كنواب زحلي واجهو قالوا هذا بال800 مليون دولار بيكلف شوها القصة النهر يعني هلأ معش صار شغلنا نحن عملنا القانون لحتى يصير فيه مصافي لتكرار المجرير وإلى آخره بكل ضيعة وبكل حي وبكل كذا نحن عملنا شغلنا وبلشنا بجمع الأموال كذا إلى آخره بكل موقف وطني كنا نحن موجودين عم ناخد الموقف المناسب وأنا كنت حد الشعب لكن انت هاي المعارضة اللي بتطلع ما عنده خطاب شو عملوا خبرونا هني شو عملوا فلذلك حتى منعا لهذا الحديث أنا أتحديهم عبر الـ LBC إذا كانوا بيتجرقوا يظهروا عبر شاشة أو في أي مكان عام بيزحلي قدام الناس هني كلهم وأنا لحالي لأقلهم هني شو عملوا ونحن شو عملنا طيب علاقتكم المرضة جيدة أنتو كاكتين علاقتنا محترمة طبعا ممكن يكونوا حلفائكم بعدة مناطق يعني قلتلك التحالفات هايدي بدأ قرارات من المكتب السياسي بدأ اتصالات بدأ تشورات اليوم هلأ نحن بمرحلية بالحزب بمرحلية وضع الألية لاختيار المرشحين مرحلة تانية بتبلش كل المرشح يعمل سورة عن منطقته وكيفية إمكانية التحالف هاي الشي ما بيمنع أني أعطيك مثل أنه أنا اليوم على تواصل يومي مع 99.99% من المرشحين سواء كانوا حزبيين أو مش حزبيين وعب زحلي 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 والبقاء بقاء الأوسط لكنه وأنا عندي علاقة ممتازة مع كل الناس لكن هيدا الشي ما بيفصلني عن حزبي بكرة من شوف تصور العام للحزب وعلى أساسه بنبلش نشوف كيف بده يكون مصارنا واتجاهنا كمان أنتو متهمين من قبل من كانوا حلفاء لقالكم بقوة 14 أدار أنو عم تمارسوا الشعبوية بهذه المواقف كمان لغايات انتخابية يعني سمعناها سمعناها من المستقبل سمعناها من القوات سمعناها من خيئة إذا كان الدفاع عن حق المواطن شعبوية إذا كان الهجوم على الفساد والسرق والهدر شعبوية إذا كان الدفاع عن سيادة الدولة اللبنانية وهيبطها شعبوية إذا كان الدفاع عن برج حمود وجديدي بملف الزبالي اللي هلأ تبين قداش نحن معنا حق شعبوية هلأ أنا وعم بجي عم بسمع تقرير على إحدى الإزعات إنه واضح الزبالي عم تنكبب بحر ماتت السروة الحيوانية بمعظم الشواطئ الممتد من بيروت لا لا هاي شغلي واضح الزبالي عم تنكبب بحر عم تنكبب بحر بارون الانتخابات لما اعترضنا معنا على بعض الأشياء معنا حق ولا لا لكن اعترضنا على ما يسمى التمديد والبطاقة الممغنطة طلع وزير الدخلية بعد خمس دقيق قال ما فيش إمكانية نعمل بطاقة الممغنطة وبعد الحديث هلأ صار ماضي أكتر من شهرين شهرين ما نعمل أي إجراء فيما نتعلك من انتخبات حتى حمالات توعية ولك أخي ما بداش تفهم الناس كيف بدأت انتخب ما فيه فإذن ويني الشعبوية الشعبوية انه نحن نكون بالحكومة وعم ناخد خدمات ونوزعها للناس الشعبوية انه معنا ألف رخصة سلاح تعرف الشباب بيحبوا الشي وألف رخصة فيماة وألف رقم سيارة عم نوزعون نحن محرومين من كل شي حتى بعض الوزر عودي الفماة ورخص السلاح قصة كبير يا عودي كبير كتير كبير كتير بس هولا ناس وناس بس أنا حتى أكتر من هاي في وزراء ما عم تعطينا معيد في وزراء ما عم تعطينا معيد لا ما بيعطوكم معيد بسألهم في وزراء ما عم تعطينا معيد وزراء مين طيب أنا طالب موعد من وزير العدل من أكثر من شهر أنا طالب موعد من وزير الدفاع من أكثر من شهر وزير العدل مش طالب ولا سيره أنا طالب لو عند وزير العدل حتى أحكي بملف واقف بالمجلس العدلي هو ملف جريمة اغتيال نصري المروني سليم عاصي أنا بدي أبلش محاكمة ولو غيبية لأنه الأرار الظنية طلع مشحف وغير عادل وأنا عندي معطيات ناطر بدء المحاكمة لا أحكي فيها في غير المحاكمة بحكام الإعلام أنا من شهر ما أخدت موعد ومن وزير الدفاع طلبنا موعد لأنه في أمور معينة ما نحكي فيها تتعلق بمنطقة زحلي ومراجعات الأهالي بمناطق معينة عسكرية ما أخدنا موعد طيب وفي غيرهم بنترك شهر وشهرين لا يعطوك الموعد لأنه بينسوا أنه هني كانوا نواب وهني باسم الشعب عم يجوا لعندهم يزرون مش جايين نحنا لنشرف نجي نقهوة ونقعد نصورف ونبصر نحنا جايين لنشتغل للناس شفت ليش بيقولوا الناس ما اشتغلتوا نطلع بنخبرهم للناس نطلع بنقللهم هذا الوزير بنقللهم هذا الوزير يلي كان ملزق عنا ويلي أنا عمله مثلا 1500 خدمة لما كنت وزير سياحة ويلي سليم الصايغ عمله 1500 خدمة لما وزير سون لا 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 ما كانش وزير عم بيحكي عبد يسمي طلبنا منه خدمة صغيرة لمواطنة معطرة ما عملها بكرة بيبطل الوزير وبالسياسة الديني دولاب يوم لك ويوم عليك بطلع بنقولهم نحن قولهم نحن عم نحضر عم نحضر للقاء شعبي كبير اسمه محاكمة تعاوا يا جماعة حاكمونا بس نحن رح نقول كل شغلة رح نقول بناء الجامعي الموحد لابن عمل رح نقول لاش تأخر الزفت رح نقول مين نزل تشكة كرميل ما يستقبل وزير الأشغال ولا نائب من نواب زحلي ولا رئيس بلدية زحلي رح نقولهم مين نزل تشكة ومين نزل عمل اتصالاته السياسية لحطه حدوده بلوك بطون بيننا وبين الوزارات رح نقولهم لما نحن منقدم طلب انه بدنا شي معين او منحصلش علي غيرنا كيف بيحصل علي وباي طريقة بنقولهم ساعتها بيعرفوا انه نحن شغيلي ومؤمنين بدورنا وعم نقوم دورنا ودور غيرنا وانه نحن عم نقوم بوجبنا وانه نحن قضينا التسع سنين ما منعرف بيروت النام فيها شو اللي منعكم مثلا انه ما تقدروا تغيروا شي بالقرار المتعلق بتعيين احد المضراء بالمعهد الجامعي بمزحلة شو اللي منعكم انا رحت لعند رئيس الجامعة وحكيت انا ايام طولا وشرحت له الوضع وقلت له هيدا الامر عم بيأجج الحالي المذهبية والطائفية وعم بيخلي المسيحي يشعروا بالغبن والاحباط وبالتالي ما بيجوز هيدا الامر هيدا موقع كان فيه مدير كاثوليكي خليه مدير كاثوليكي مع انه المدير اللي تعين جيد جدا وكفوق ومنيح وابن زحلة وابن سعد نين وانا طرحت علي هلا ما بقى يقدر يشيلوا من محله ويحط واحد تاني بس فيه بكرة كليات بعد شهرين ثلاثة بده تفرغ خلينا نعوض الفراغ ونعين مدير من المذهب الكاثوليكي لحتى نعيد التوازن المطلوب هو رئيس الجامعة عم يربطه بالبناء الجامعي الموحد انه بكرة بس يصير فيه جامعة موحدة وكليات بيصير عنا الفين وظيفة بين داكاترا وإداريين بنعمل التوازن بناء جامعة موحدة كل الجامعة لبنانية مثل ما بنى الحدث للبقاء أرضه موجودة وجزء من مصرياته موجودة وصلنا عشر سنين منترجع ما بدون يعملوه بتعرف شو بيوفروا على العالم بتعرف الباي لمعطر يلي بيشتغل كل شهر لا يخدف وياه لابنه أو لابنته ببيروت بتعرف كم ألف سيارة بتوفر ضغط عن بيروت ومخاطر النازلي بالشتي بالتلج والعواصف على طريق دهر البيضاء وعلى هم بعددونا الاختصاصات عنا حقوق وأداب عم بتخرج كل سنة ميات العطلية عن العمل طب لما بنعمل إعلام وصيدلي ومهنيات ومنعمل طب ومنعمل كل الاختصاصات بيصير في عنا فرصة أمام الشباب اللبناني أنه ينوعوا اختصاصاتهم بما هي مطالب السوق العمل لك هاي هي نحنا اليوم حولنا مع لكن أنا بدي أسأل بدي أسأل الوزراء المسيحيين بالحكومة يلي وصلت لهم قصة جامعة اللبنانية شو عملوا؟ شو عملوا؟ أنا عندي سؤال أخير بس بعد في الانتخابات الفرعية النيابية في ثلاث مقاعد نيابية شهرة هل ستحصل هذه الانتخابات؟ يعني خلينا نشوف جلسة مجلس الوزراء بكرة إذا لأنه حسب ما رينا أرت الماضي أهل أن رحتون طرح به بسابعة شهر آخر فرصة لطرح دعوة الهيئات الناخبة إذا ما دعوا بكرة الهيئات الناخبة فإذا المعطيات اللي على الأرض بتشير أنه بش مم مصلحة ولا فريق من المعنيين بهذه الانتخابات أنه يكون فيه انتخابات لأنه قلتلك أنه فزعانيا من التأثير الشعبي وخصوصا هلأ اليوم العالم تغيرت أنه إذا خسروا بالفرعية هيا بتنعكس على البكرة الانتخابات الأصلية وبتعطيهم زريعة لأجلوها كمان بقولوا لك لك خسرنا هوني كيف نخسر فلذلك أنا بشوف أنه في حتى ما أجدهم بكرة إذا ما دعوا الهيئات الناخبة معناه تميعوا الموضوع مثل العادي أستاذ إليماروني بالإشكرا مشاركتك معنا اليوم أرحبكم سعيد أهلا وسعلا فيك من البي سي آي ومشاهدين أيضا بالإشكرا كنا على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء شكرا